مرة أخرى يعاود الكيان الصهيوني ضرباته العسكرية في الحديدة بعد قرابة شهرين من هجوب سابق استهدف خزانات الوقود في مينائها بحسب وسائل إعلام حوثية فإن الضربات استهدفت ميناء الحديدة وميناء رأس عيسى ومحطات الكهرباء وخزانات الوقود التي قال الحوثيون إنه تم تفريغها مسبقا تحسبا لهذه الضربات مصادر إعلامية قالت إن طائرة الكيان الصهيوني نفذت أكثر من عشر غارات تصاعدت على إثرها السنة اللهب في العديد من المواقع المستهدفة صحيفة أكسيوس نقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن الهجوم في اليمن تم بالتنسيق مع القيادة الوسطى للجيش الأمريكي هذا ولم تظهر حتى الآن حصيلة هذا الهجوم من الخسائر البشرية هذه الضربات تأتي بعد يوم واحد من تصريح وزير دفاع الكيان الصهيوني أن حكومته ستشل ضربات عسكرية ضد الحوثيين في اليمن ردا على تنفيذهم هجومين بصواريخ باليستية وطائرة مسيرة خلال اليومين الماضيين من الواضح أن كرة النار تلتهب أكثر وأن الكيان الصهيوني بات مندفعا في كل الاتجاهات ويريد إشعال المنطقة كلها بحرب مدمرة ومن الواضح أيضا أن الولايات المتحدة التي ظل العالم كله يطالبها بكبح جماح إسرائيل باتت متورطة في الصراع وتوفر له الدعم والإسناد العسكري والسياسي واللوجستي والواقع اليوم أن اليمن بات في قلب المعترك الإقليمي الناشب وأن ما يجري حاليا من هجمات قد تكون البداية فقط لحرب دامية